اشتركوا في القناة للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسن تقديم الأستاذ الطهر كريستو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبيعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله العظيم بفضله وكرمه أن يسلمكم من كل شر ويدفع عنكم كل ذر ويؤمنكم من كل خطر وأن يسر لكم كل خير ويوفقكم إلى كل بر إنه ولي ذلك والقادر عليه لا تحقرن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات إلى حلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسن مسألة على غاية من الأهمية هي قيمة من القيم التي نحتاج إليها في حياتنا الإجتماعية هي قيمة المراقبة المراقبة مراقبة الله عز وجل وهي من أسس التربية الإيمانية التي تحل مشاكل المجتمعات كلها بكلمة واحدة سيدنا سهل التستري هذا العالم من علماء الأمة لم يكن له في وقته نظير في المعاملات وفي الورع وفي الخوف من الله تعالى وفي مراقبة الله سبحانه وتعالى كان سبب سلوكه هذا المسلك يعني مسلك الصالحين خاله محمد ابن سوار فقد قال قال لي خالي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك فقال له وكيف أذكره فقال له قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال قلها كل ليلة سبع مرات فقلت ذلك ثم أعلمته في البداية قالوا ثلاث مرات ثم بعد ذلك زاد النسبة ولاد سبع مرات ثم قال له مع نهراني دومت على الأمر هدايا فقال له قلها في كل ليلة إحدى عشرة مرة فقلت ذلك يعني من ثلاثة إلى سبعة إلى أحد عشرة مرة حتى أصبحت طبعا في حياتهم يقول فوقع في قلبه حلاوة ما معنى الحلاوة هنا يعني طمأنينة راحة قلبية عظيمة عندما كرر ذلك القول في قلبه وجد له راحة نفسية عظيمة وداوم على ذلك سنة كاملة وبعد السنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة سبحان الله كلام الصالحين حكم يقول فلم أزل على ذلك سنين وضبط على النصيحة هذه سنوات عديدة فوجدت لها حلاوة في سري ثم قال لي خالي يوما يا سهل من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده هل يعصيه إياك والمعصية فكان ذلك أول أمر هذا الطفل الذي أصبح شابا والذي أصبح رجلا من الصالحين بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل غني غنا كاملا وما قدره من خير لعبد أو للناس جميعا لا ينتظر من هذا العبد شيئا يفعله للحميد المجيد ولا يريد منا شيئا مع أنه يعطينا المأكل والمشرب ويحيينا ويهدينا ولا يوجد أحد منا إلا ووقع في شدة ووقع في محنة ووقع في مشكلة إن كان في مرض أو في حاجة إلى المال أو في مشكلة ولا يوجد واحد منا وقع في شدة وقال يا رب وتخلى عنه أبدا هو يريد شيئا واحدا منا وربنا سبحانه وتعالى ما يشي ينتظر منا أنه بشي يشكروه هو يريد منا شيئا واحدا هو أن نتقيه أن نخشاه أن نراقبه وكل واحد منا يحسب حساباته ويجاهز لذلك الموقف أمره يعني يحط في باله أنه سيعود إلى الله تعالى فماذا يريد أن يحمل معه عند رجوعه إلى الله تعالى كم من مخالفة علي كم من محظر مسجل علي وسأحاسب على كل ذلك كم لدي من الرصيد من الحسنات ذلك هذا الرصيد الذي سأقابل به ربي سبحانه وتعالى المؤمن أيها الأفاضل دائما يحاسب نفسه على هذا الحساب يخدم ومعناه يعمل حساب لذلك اليوم الذي يلقى فيه المولى سبحانه وتعالى لأنه لا أحد يعرف بالضبط متى ستكون لحظة المغادرة لا أقول دقيقة المغادرة لا أقول سنة المغادرة لا أقول ساعة المغادرة ولكن أقول لا أحد يعلم اللحظة التي يخرج فيها من هذه الحياة الدنيا لا أحد يعلم بالضبط متى سيكون هذا الموعد لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فلابد وإذا كان الأمر على هذا النحو لا بد وأن أكون جاهزا دائما على الفور للقاء المولى سبحانه وتعالى عن سعيد ابن يزيد الأزدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال له أوصيك شوف الوصية الغالية قال وصيني قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك الاستحياء من الله تعالى حق الحياة هو أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس راقبوا ربهم هل يأخذ إنسان مال إنسان آخر الجواب قطعا لا لو أن الناس راقبوا ربهم هل يوجد في المحاكم معاملات من ظالم على مظلوم الجواب قطعا لا ولكن ضعفت مراقبتنا لله تعالى في كثير من أمور حياتنا فعصينا ربنا في الخلوات فرحماك يا رب البريات أسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وأن يعيننا على حسن مراقبته وأن يوفقنا إلى أن نتحقق بمرتبة الإحسان إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي هذا القدر كفاية وصلى الله على سيدنا محمد في البدء والنهاية وإلى أن ألتقي بكم أحبابي لكم مني أجمل تحية ودمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسن برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقولوا للكون وقول للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملهه القرآن وقولوا للناس حسن اشتركوا في القناة